اشتركوا في القناة من فبراير 2014 في اشواط الاشواط الرئيسية الاشواط الرئيسية لسن اللقاية ينطلق شوطون الرابع رمز اللقاية العمانيات القعدان يندفع بهذا الكم وهذه الشعارات المميزة وهذه الاسماء المشاركة من ابناء الخليج يا سلام هذه الشعارات المشاركة وهذه الاسماء المندفعة اسماء سجلت حروفها من ذهب في هذا العام في هذه التحديات وهذا السباق الكبير يا سلام هذا هو حبشان اللي ينطلق في صدارة الشوط حبشان على الصدارة زايد بن محمد بن زايد المنصوري يحتل المركز الاول وينطلق في صدارة الشوط مندفعا نحو الخنجر الفضي والسيارة الثمينة الغالية بينما المركز الثاني تواجد لمياس على المركز الثاني سعيد بن سهيل بن حمد الدرعي هنا مع المركز الثاني مع الاندفاع ومع التحدي بينما المركز الثالث انتقل لاجد المركز الثالث هذا هو قاصد عبدالله بن راشد بن سالم الكتبي يندفع شعاره بالمركز الثالث المركز الرابع تواجد لحبشان ايضا بشعار ناصر بن محمد بن زايد المنصوري وخامس المراكز هذا هو مياس راشد بن سعيد بن مانع على المركز الخامس النداء الاول لهذه الاسماء وهذه الكوكبة وهذه الاسماء التي سطرت وسجلت ودونت في هذا الشوط الرئيسي للإعمانيات يوسولوم المنصوري مع المركز الاول حبشان اسمه ارتفط معه محمد بن زايد المنصوري ها هو يمطلق يندفع يندفع نحو الخنجر الفضي هذا هو حبشان بالمركز الاول في هذه الصدارة زايد بن محمد بن زايد المنصوري محتل للصدارة والمقدمة بينما المركز الثاني تواجد لمياس سعيد بن سهيل بن حمد الدرعي مع المركز الثاني وثالث المراكز انتقل لي اجد في ثالث المراكز يقاصد على المركز الثالث يندفع مشكلا المركز الثالث وعبدالله بن راشد بن سعيد ايه لكتبي مع المركز الثالث المركز الرابع وجود حبشان ناصر بن محمد بن زايد المنصوري اللي يطلق حبشان بالمركز الرابع خامس المراكز مياس راشد بن سعيد بن مانع يحتل المركز الخامس هذه الخماسية ولا تغيير الخنجر الفضي الخاص بالإعمانيات في هذا السباق الكبير سباق المؤسس الشيخ جاسم بن محمد الثاني طيب الله ثرى هذا السباق الكبير هذا السباق المتابع من العالم كله يتابعون هذا التحدي يتابعون في هذه الأيام هذا السباق الغالي الذي ينطلق في نسخته الأولى في ميدان التحدي الله يا حبشان الله يا حبشان الله يا زايد بن محمد المنصوري مع المركز الأول منطلقا لوحده في الصدارة لوحده محلق في الكادر الفوقاني ينطلق الحالة هناك يا سلام الغربية وهل الغربية يتابعون هناك في دولة الإمارات هذا الانطلاق وهذا التميز وهذا الشعار شعار زايد بن محمد بن زايد بن منصوري بينما المركز الثاني اسمه اللايق الأهمية عن حبشان تواجد لمياس وسلالة غنية عن التعريف تندفع في هذا الشوط القوي في هذا الشوط الرئيسي للعمانيات المركز الثالث هنا قاصد عبدالله بن راشد بن سالم الكتبي مع المركز الثالث ورابع المراكز وجود حبشان آخر هنا بشعار المنصوري ناصر بن محمد بن زايد بن الخلفان المنصوري مع المركز الرابع وخامس المراكز تدخل في هذه اللحظة وانطلاق باسم ما يخاف مبارك بن محمد بن عضيل العامري هنا يغلق دائرة المراكز الخمسة الأولى محتلا للمركز الخامس هذه لوحة اثنين لوحة اثنين وحبشان في الصدارة حبشان في المقدمة حبشان في مقدمة هذا الشوط الخنجر الفضي للعمانيات هنا مع هذا الاسم مع هذا التحدي بالمركز الأول حبشان حبشان زايد بن محمد بن زايد المنصوري مع المركز الأول مع صدارة الشوط في مقدمة هذا الشوط الرئيسي الشوط الرئيسي للعمانيات يا سلام يا سلام المركز الثاني المركز الثاني قاصد قاصد على المركز الثاني ينطلق ويندفع عبدالله بن راشد بن سالم الافتبي محتلا للمركز الثاني وديروا بالكم من المركز الثالث ديروا بالكم من حبشان ديروا بالكم من حبشان أيضا قادموا من الغربية مع هذا الشعار ناصر بن محمد بن زايد المنصوري مع المركز الثالث والمركز الرابع تواجد اللي سلوب اللي انطلق في هذه اللحظة عبيد بن سلطان بن مطر بن مرخان على المركز الرابع وخامس المراكز هناك المركز الخامس ما يخاف مبارك بن محمد بن عضيلي العامري هذه المراكز الخامس وهذا المنعطف الاخير امامنا لوحة واحد وحبشان في الصدارة الخنجر الفضين العمانيات في هذا الشوت الرئيسين العمانيات القعدان تنطلق وتندفع وهذا هو الكيلومتر الاخير الكيلومتر الاخير وخد النهاية وحبشان في المركز الأول غير في هذه اللحظة قاصد قاصد عبدالله بن راشد بالشالي من اكتبي احتل للمركز الأول قاصد بالمركز الأول على الصدارة هنا مع المركز الأول تحرك حبشان يا اخر تحرك المنصوري بحبشان اخر انطلق مع المركز الثاني هنا حبشان ناصر بن محمد بن زايد المنصوري وسلا بواصل سلا بواصل معه وهناك من الجانب الآخر شاهيد خيد بن راشد بن سيف الشامسي هو بحبشان حبشان الخنجر الفضي للإعماليات اللحظات الأخيرة الخنجر بالانتظار شاهيد حبشان حبشان وشاهيد وهنا التدخل بالمركز الثالث خداع على المركز الثالث ولكن شاهين 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 شوفوا المركز الثالث شوفوا المركز الثالث ولد هملون سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي مع المركز الثالث ولكن شاهين 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 مع الصدارة مع الخنجر الفضيل الإعماليات ينطلق شعاره هنا مع المركز الأول خيد بن راشد بن سيف الشامسي مع المركز الأول وما يخاف قادم ما يخاف ما يخاف الخنجر بالانتظار ما يخاف شاهين شاهين وما يخاف ما يخاف شاهين وشاهين شاهين وما يخاف تهانينا والناموس لمن حصل على الخنجر الفضي الخاص بالإعمانيات بينما المركز الثاني الثالث المركز الثالث بولد هاملون لسعيد من خليفة بن رشيد السويدي رابع المراكز حبشان لناصر بن محمد بن زايد المنصوري والمركز الخامس غازي المبارك بن حمد بالعود العامري تهانينا والناموس لمن فاز بالخنجر الفضي والسيارة الثمينة الغالية الخاصة بالإعمانيات القعدان تهانينا والناموس بيشوف من فاز بالخنجر الفضي مع اللحظات الحاسمة التي حبست الأنفاس بنشوف من فازة بالمركز الأول إذن اللحظات الحاسمة حسمها شعار بالعضيلي مع ما يخاف بارك بن محمد بالعضيلي العامري سبع دقائق ستة واربعين ثانية ستة وسبعين جزء من الثانية التوقيت اللي سجل مع هذا القعود المركز الثاني شاهين البخيت بن راشد من سيف الشامسي سبع دقائق ستة واربعين ثانية ثمانين جزء من الثانية ما قصر شاهين واحتل المرتبة الثانية المركز الثالث سبع دقائق سبع واربعين ثانية ثنين واربعين جزء من الثانية اللي فاز بالمركز الثالث ولد هملول لسعيد بن خليفة بن رشيد